ومشاهدين نقترب أكثر للحدث والمؤتمر الاقتصادي من قلبه معنا ومع حضراتكم مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم أهلا بك جيرمين وبالتأكيد فعليات اليوم الثاني تأتي مكملة وتتضافر حلقات نقاشاتها مع اليوم الأول وبالتالي ضعينا أيضا في ردود الأفعال اليوم لديك في المؤتمر تفضل نعم نوها بعد التحية كما ذكرت هو يوم مليء بالجلسات والأحداث والفعاليات هو ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي أقيم بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له في وقت سابق وبحضوره أمس في الجلسة الافتتاحية إذن اليوم هو ثاني فعاليات هذا المؤتمر نحن نتحدث عن العديد من الفعاليات بإجمال 13 جلسة متنوعة ما بين جلسات تختص بالقطاع الخاص وجلسات بالطاقة المتجددة كانت البداية مع الجلسة الأولى والتي انتهت منذ دقائق بحضور وزير رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهي عن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة وهي الوثيقة التي تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر وهي تأتي في إطار خطوات الدولة لتمكين القطاع الخاص ولزيادة تواجد القطاع الخاص مما يعزز النمو الاقتصادي إلى جانب هذه الجلسة الهمة هناك عدد كبير من الجلسات نحن نتحدث عن جلسة عن فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص جلسة أخرى عن دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر وأيضا جلسة عن دور مصر الأقليمي كمركز للطاقة المتجددة أيضا من الجلسات الهمة والتي ستعقد اليوم هي عن دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وفي هذه الجلسة سيتم فتح باب المناقشة والحوار حول الأفكار المطروحة من بينها كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي وأيضا تشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار في الأصول المملوكة للدولة يعني سنلوحك من كل هذه الجلسات أنها بتدور حول تمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده في الاقتصاد المصري لأن هذا هو المحور الأساسي لثاني أيام المؤتمر الاقتصادي فهو يدور حول تمكين القطاع الخاص وتهيئة تبيئة الأعمال كانت الجلسات أمس تدور حول محور آخر وهو مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية للدولة غدا سيكون المحور الثالث والأخير حول سياغة خارطة طريق القطاع الاقتصادي القومي وقاليات العمل في كل قطاع كل هذه الجلسات تأتي في إطار المناقشة والحوار المجتمع بين مختلف الأحزاب ومختلف الفئات والاقتصاديين والمستثمرين من أجل وضع خارطة طريق تخص الاقتصاد المصري لأنهوض به وليستطيع أن يتمكن من المواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم كله وبالطبيعة الحال مصر تأثرت بكل هذه الأزمات بعد قليل ستبدأ مجموعة من الجلسات الأخرى بالطبع سنتابع معكم كل جديد وكل ما يتعلق بهذه الجلسات وأعود إليك مرة أخرى في الاستوديو نعم جيرمين أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهمة لطبيعة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادية مصر 2022 أشكرك شكرا جزيلا وبالتأكيد سنكون دائما معك قريبين من الحدث ترجمة نانسي قنقر